نحكيه السينيما نحكيه على فيلم موحلة نيدر الرحموني سينيدر مرحبا اهلا وسهلا شكرا على الاستضافة مرحبا قريبا نكون في القاعات فيلم موحلة نحكيه عليه ونحكيه على العرض الما قبل الاول انا نقولوا عليه زادا كيف كيف بضبط قريب زادا كيف كيف وقتاش نيدر بش يكون من المفروض نهار 11 سبتمبر في الكوليزي فيلم تعرض في مقرطاج السينيما في الدورة اللي تعديت شنو ما اللي فيدباك اللي جاو كنيدر بعدنا انا نحكيه شوي على الفيلم والله معناها باش نكونوا صريحين هو بصفة عامل الفيدباك كان ايجابي وكانت ردود على القل كان تم ردود فعل متفاوتة ونحنا كنا فرحانين بردود الفعل ولكن الانسان بالطبيعة عنده وكال ركول ورقار كريتيك حتى على العمل اللي متاعوه دونك حابينا نشوف شنو الحاجات اللي كان ثم نقاس وكذا واذا كالي اضطرنا باش نعودوا شوي المونتاج هذا اللي حابيت نقص دوانا يعني كعملت نوع من السيغة جديدة ولا فريسون جديدة الوحلة شو يتبدل فيه من وحلة اللي تعديت فيه يمقرطاج السينيماية اللي وحلة اللي شنشوفها في الافون برميير وفي القاعات قريبا هو يعني ثم بعض باش منقولش نقاس بعض الهنات الصغيرة في الفيلم اللي ممكن مست شويل في الويدوتي كذا اللي انا ريت انه من المستحسن انه نغيرهم ونبدل برابورو غيتم ولا حكيت الكوتي إكسبليسيت متاع الهسطور دونك زدنا اكثر في الكوتي متاع الامبيغويته وكذا فيلم هو من بطولة ريم الرياحيم هذا برميلي محمد مراد سلمة محجوبي فريس عبدالدايم ومن من الشخصيات حطيت ممثلين في 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 جديدة ريم الرياحيم تكتب عليها انه في وحلة خرجت شوية عن المألوف اللي تقدم فيه هو يعني دي جاء فرصة باش نعود نقدم لهم شكر الجزيل خاطر هما دخلوا معي في خضم التجربة والمغامرة هذي اللي هي في نهاية الامر مغامرة خاطر انا اول فيلم اول لهم اتراعي نعمله طبعا فكانوا هما ان شاء الله نكون عند حاس نظامهم حاب اظنهم يعني يحبوا يدخلوا معي في التجربة هذي واعطاوني ثقة اه كل شخصية كانت اه او ندخل جيمية ما تشبهش للشخص وكل واحد اه تماهى معي في العملية وتجاوب وعطاعت حاجات تنتصور اه شنو المختلف شنو اللي اه المخرج اليوم نادر رحموني يغير في شخصيات واسماك كما اه ريم كما مهذب هوان الهدف امتاعي لحقيقة ما كانش السؤال الاول اه شنو يجبني نغير في كل شخصية انا كانت عندي شخصيات في مخي بناهم ومن بعد قعدت اللوش كوني ناجم اكثر يوفر لي التصور امتاعي اه فامشيت للشخصيات اذامه وكانوا معناها وكانوا في عند حسن ضني وفوار اكثر يعني كنت كنت تخدم الفيلم ترافي من رياحي ترافي ولا ترافي شخصه وتجرب لا انا الشخصيات هو خطر سيتان فيلم معناها البطولة مشترك فمن الول اه ريتهم الكل معناها خاصة الاربع شخصيات ريتهم وحاسيتني ناجم يكونوا هذاكم طبعا سو ريزيرف انه ما بشي قبلهم بعض والحمد لله قبل ودونك اه وحلى ما كانش وحلى رد الرحموني الاسم ما كانش وحلى اي هو ما كانش وحلى هو وحلى وفخاكتوس له بالفرنسي اه والاسم قبل كان يشبر فخاكتوس اكثر الوحلى الكاوو اه وبعد خفت من التعقيدات وكل شي خاطر هو الكاوو اه تتفهم دوبالسانس وبعد اتفاجأت اللي الناس فهموها بالمفهوم اللي انا ما كنش نحبه الكاوو اللي هي الفوضى اللي انا نقصد حاجة اخرى مغايرة تماما اللي هي لاتيوري دكاوو اللي هي لاتيوري كومبليت كومبليكس اللي خاطر نحنا دي من نمشيوا بالمنطق ولو من حلده خوابسين باش منا نمشيوا بالمنطق اللينيير يعني نبدو من حاجة ونبدو ننتظر وين مش تمشي الامور اللي هو الحياة معاقبة جدا سي كاوتيك اللي انا نمشي تلسان سيديك بعد قلت لويش نمشيو المعنى اسهل وابسط وفخاكتوس هي الفخاكتال اللي هي البرونش متاعلا متالكاوو في برشة من من نفسي الفيلم يدخل برشة في في الفسيكودرام في الفسيكودرام نعم طبعا هو اسمعني انا راهو بش كونوا واضحين اخذيت برشة من من روحي ومن ميلي كاسكاد متاعي خاطر انا في الكورسوس متاعي عملت برشة حاجات انا عملت بسيكولوجيا عملت كولد انجينيور عملت سينيما باكراوند مسرحي معناها هذي الكل خلاني ثم نعمة ايسانس تكونت اه نتاج متاعها كان الفيلم هذا معناه معناه كتشوف وش كون الشخصية اللي تمثلك في الفيلم ايه سؤال صعيب هذي خاطر والله مو صعيب بالعكس كنت تعطيني بالصريح نجم نعرف لا والله بصراحة ما تنجم تلقاني في كل شوية في كل شخصية بش كون صريحة معاك معناه معناه هي قصة تعني لي برشة ونتيجة متاع تجربة شخصية الفيلم هي هي نتاج متاع تجارب ريتهم انا في الحياة مش بضرورة عشتهم انا ريتش كون عاشهم وكذا فاستخلصت منهم القصة هذي هو الفيلم بداية من الايام قرطاج السينمائية ايه ديام السيليكسيون اوفيسيال من السيليكسيون اوفيسيال الرغم ان وقته مازال في طور اله الوقت نحن بعثنا واركينج بروغريس قالونا سيليكسيون اوفيسيال وم بعد بعد مازال سخون وقته وقته يكون في القاعات هل في نية الفيلم زادان ويمشي مهار جانات اخرى ايه نحن عنا دي زاكور متاع ما نجوش تقول طو بالضبط عنا في اوروبا ثم سيليكسيون اوفيسيال لجا وعدنا جاوبونا اليوم في برا في مصر حصلوا ثم سيليكسيون اوفيسيال وثم ديستريبوسيون زادا في غروبا عادية وبالطبع كما قلت كالدستريبوسيون في تونس باقتير دوز ومبعد يمشي الوقت متاعو اللي باتي وش يعرض في في فرنسا ويعرض في بالتوازي مع عروض القاعات في في سينما ايه في اكتوبر في فرنسا في باريس الفيلم كما قلنا فيه نفسي ناي في بارشا نفسي في بارشا من نفسي ما خوفتش ربما انه اه النوعين من الفلامة زيد ريسكي فيها شوية تحدي شوية ريسك زادا الناس تتنجم تقلقهم كما تنجم اتعابهم افكتيف ما انا كان تخوفي الكبير اذاك اكثر تخوف متاعي انه ما حبيتش الناس يتصوروا انه فيه ادعاء ولا استعراض خطر في بارشا كوتيه اكسبليسيت لي ما قلت معناها والهدف امتاعه مش تلقين يراه الهدف امتاعه مش تلقين الهدف امتاعه انه طرح القصة بكل بساطة وما غير وما غير تعقيد خطر التعقيد سهل معناه نجم ونعقده كل شيء نتعكي على شوية القصة لانه هنشوقوا الناس اللي هابوا يتفرجوا ان شاء الله قطلوا يكون في القاعات القصة شنو تتلخص نادر ريحموني في فكرة الفيلم هي معناها عائلة عائلة عادية في الظاهر امتاعها لها ما يتوفر من كل ظروف لدخالها تعيش عيشة سعيدة ونشوفها كيفاش تتطور الامور ونكتشفوا انه سمى برشة حاجات دي دي سفنكسيونمو هي في نهاية الامر عايشة في ما وسمى في اللي كيلي برمي تستابل يعني التوازن الغير مضمون يعني إلسفية دون امبولسيون صغيرة باش تدخل بعضها وتعطي ذيك هيلوكاو معناه ومش تعطي حاجات اخرى معناه وذيك علاش هم الشخصيات الكل متطورة يعني تدخل وتتفرج ومبعد كل شخصية تتطور ان فونكسيونم الاحديث اللي باش تعيش ربا ما التركيز كيلي زد على شخصية محمد اي هو الاكس السنتر متاع متاع القصة خاطر حمد الراد هو اللي تترافي تغيير الشخصية من من حال لحالة اي تغير اي تغير اي تغير برشة تغير برشة ندير نشكر وخاطر عمل خدمة كبيرة ياسر انا نتصور معناه تغير تغير كبير ياسر وحتى الشخصيات الاخرين انت شكر تفرجت معناه حتى الشخصيات الاخرين تطورت وتفاعلت مع الاحديث اللي عاشتها هو اللي الصنص بطريقة معناها مختصرة هو نحنا للاسف نعيشوا في مجتمع واللينا مطبعين مع بعض المفاهيم ونعتبروها عادية بحكم انو نعيشوها برشة تقلقنا وتسببنا في كوارث ومعاش عالنا جرأة باش نحكيبوا عليها ونقبلوها ونتحملوا فيها وكل واحد يلونكس وزادة ربما الحب في مجتمع زادة فيها برشة معطلة برشة اي زادة وذي زادة اخرى الحب اللي فيه برشة اعتبارات وبرشة تعقيدات وكل شيء فانا حبيت نحط يدي عليك المفاهيم اللي هي تبان لك عادية ذاك علي شو بالظاهر ينجي ميبان سامبل خاطر بان يشبه برشة للعائلات هي من الواقع من الافلام الواقعية ويحاولي يلميل اكسون على بعض النقاط ويقول لك اخذر راوة عبارة امير وار قادس نخذروا لرواحنا ونحاولوا نتسائلوا معناك هو فيلم محضاش بدعم لا هو ما هو ما لم يدعم لم تطلب الدعم ولا ما لانا ما تجرأتش بش نطلب اول فيلم معناها الحقيقة لانك خلي واحد يوالي شنو يناجم يعملوا بعض نحكيه خاطر جي ديركت عاونوني ما هو الفيلم ان شاء الله يكون قريبا في القاعات فيلم موحلى اخراج نادر الرحموني تلقاوه سيدة ابرتين من اكتوبر تقريبا نادر كيكات من اكتوبر يبقى يكون موجود في القاعات لا هو من سبتمبر من وص سبتمبر يبدأ في الأخراج من وص سبتمبر يعني معنى 11 دوز تريز يبدأ في الأخراج العرض المقابل الأول العرض المقابل الأول هو 11 سبتمبر 11 سبتمبر عشان نكونوا في الموعد يعطيك صحة نادر برك الله فيك نشكر برشا فيلم موحلى مرحبا بيك ناذبر ميلي ريم الرياحي محمد امراد سلم المحجوبي تلقاوه في القاعات قريبا شكرا لك شكرا لك نادر رحمنا شكرا لنصف تكونوا مستدعين شكرا لنصف تحضر معنا مرحبا